واو بريلين واو في الخلف واو سيجون سيجون ستكون جميلة من أن نرى هذا أهلاً وصحلاً بمنزل سعدة سخير كوري النهاردة معنا أستاذة أميرة من محافظة عشيوت ألست تعبانا من طول المسافة من العشيوت إلى هنا؟ أولاً أهلاً وسهلاً بيتي وأنا سعيدة جداً أني موجودة معاكم طول المسافة أو التعب بيديع لما الإنسان بيوصل لحلمه أو هدفه وأنا كان حلمي في يوم من الأيام أني أكون في المكان ده فمفيش أي تعب أنا أتشرفت بوجدي معاكم ممكن تكتم نفسك بشكل بسيط اسمي أميرة صلاح من جملة مصر العربية بالتحديد من محافظة عشيوت أعمل حالياً معلمة فهون الأطفال مهتمة بالثقافة الكورية وأحاول أن أتعلم اللغة الكورية رغم ذلك الإمكانيات في محافظة عشيوت إزاي تعرفوا على كوريا من البداية؟ تعرفت على الثقافة الكورية أو كوريا الجنوبية التحديد في محلة السنوية وبالتحديد في 2004 عن طريق العمل الدرامي وإنترسوناطا لفت انتباهي الصوت للغة طبيعة المكان والمناظر الطبيعية فقررت إن أنا أحاول أوصل لمعلومات يعني اللغة الكورية أو الشعب الكوري للأسف ضيق الإمكانيات وإني مفيش فرص كتيرة لأبناء الصعيد إنهم يتعلموا لغات مختلفة عرفت إن فيه في مصر معهد سيجون وده كان بعد التخرجي من المرحلة الجامعية إن فيه معهد سيجون دولي ممكن إن أقدم فيه منحة مجانية للمصريين يتعلموا اللغة الكورية ولكن مكان سيجون ومعهد سيجون مفيش في أشيوت لا يوجد في القاهرة فقط فيها أستاذ عميرة أنا سمعت أنك مدرس فنون كان مدرس فنون إزاي استقدمت خبك للغة الكورية في مهنة؟ ده حقيقي أنا العشق للغة الكورية وزي ما وضحت لحضرتك إن أنا أخدت الإبدايات مع السيجون واضطررت إني أرجع تاني من محافظتي لظروف اجتماعية وظروف مبدية فبصيت لعملي إن عملي حر مجال الفنون حر فاستخدمت الهانجل لحروف الكورية إني أقدر أوصلها للتلاميذ الصغيرين في السن إني أعرفهم الرسم أو الحروف الكورية عن طريق الرسم بدون دراسة للغة نهائية كيف تفاعل التلاميذ مع الحروف الكورية؟ تفاعل التلاميذ كان إيجابي صدمة من البداية سهورة الحروف واستخدامها بسلاسة في التصميم ساعد الأطفال إنه هما يعرفوا حاجة جديدة بدأوا كلهم يتصبقوا في تعلم الحروف بدون أي نطق اللغوي بدون أي تعليم لغوي للغة ولكن استخدام الشكل والصورة والرسمة إنه يطوع بعض التلاميذ بدأوا يكتبوا أهلاً وسهلاً باللغة العربية ويرسموا في التصميم حروف اللغة الكورية فهذا بالنسبة لي كان إنجاز، كان إنجاز كبير جداً إذا ممكن أشوف التصميم الفمي؟ برغم على بساطة التصميم وبداياته ولكنه يحمل كثير من المعنى في ثقافتنا وفي حضارتنا نتميز ببناء الأهرامات وتشجيد الأهرامات وأعتقد من وجهة نظري الخاصة إن كوريا برغم كل مقاوماتها وكل تتميز بحروف الهنغل فالتصميم بسيط ولكنه يحمل معنى كبير يجمع ما بين الثقافتين أو بين الحضارتين طيب يا أستاذة ميرا أنا سمعت حضرتك زاهزتك بمفاقعات عملتها بنفسك لسعادة السفير ممكن نشوف مع بعض أكيد طبعاً واو صندوق كبير واو ما هذا؟ إذا؟ هذا مصغر عني لا مالك سيجون ممكن تشراينا على هذه الهدية شوية؟ هذه هدية الخاصة بالنسبة لي أحدى مراسلية موقع كوريا دوت نت في القسم العربي أكتب مقالات باللغة العربية عن الثقافة الكورية عن عشقي للغة الكورية وخاصة الحروف الهنغل وتقديري الكبير للمالك سيجون اقتراع الهنغل ولكن قتبت المقال بطريقة مختلفة بطريقة أدرس نوع من الفنون دقيقة صنع لكي أخرج هذا العمل وأكتب عنه المقال كان بداخلي إحساس دفين وإحساس واقعي أني في يوم من الأيام سأقدم هذا العمل إلى سعادة سفير جمهورية كوريا الجنوبية هنا بمصر النهاردة هذا اليوم الواقعي وهذا كان من ثلاث سنوات فهذا أسعد يوم في حياتي هذا أسعد أصبح الحلم حقيقة أصبح الحلم حقيقة في النهاية أنا عندي سؤال تاني ماذا أدافت اللغة الكورية لك؟ اللغة الكورية أو الثقافة الكورية ثقافة الشعب الكوري تعد نافذة لأنا شخصية أني أتغير في شخصيتي في أهدافي في طموحي فكانت النفيذة الأولى لي بالتعرف بالتكنولوجيا فكوريا أضافت لي شعباً وثقافة ولغة أنني الآن موجودة أقدم عملي أو حلمي لسعادة سفير جمهورية كوريا الجنوبية ماذا شعرت عند دعوتك لزيارة إلى منزل سعادة السفير الكوري؟ ويطرى عندك أي إضافة عايزين أن تقولي نهاردة؟ أولاً أنا شعرت بسعادة كبيرة جداً وأن الحلم أو المستحيل بالنسبة لي زي ما كان بيتقالي المستحيل أصبح حقيقة فأنا مبسوطة جداً وممتنة لهذه الدعوة شعرت بأن حلمي وخصوصاً في كتابة المقال على الملك سيجون أصبح حقيقة بتقديمي هذا العمل كهدية ففعلاً آمنوا بما تفعلوا لأن مفيش مستحيل وبدعوا من مكاني هنا من اللحظة دي من الموقع ده أن كل إنسان عنده حلم أو عنده طموح يسعى لي وما يملش ويحاول بكل طرق أن يوصل الهدفه فأنا اللي بشكركم أنا من هنا بأكد أن مفيش مستحيل الش شكراً وشكراً شكراً شكراً دي من مفيش لكم شكراً 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 شكرا 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 يريد أن تعتقد أن أراده بإمكانه المترجم بين المرحلة المترجمينة وفي العملي وفي العملي جيد أعنى سيجون سيكون جدا في ذلك في سنة تحسن عبارة تكفوك تحسن لك مثل من إجببلي فانوس جدا 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 واتمنى بجد إن شاء الله إن شاء الله يكون في اللعنة سعادة كبيرة جدا ومبسوطة جدا 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 فرحة حقيقية حلم يتحقق وأتمنى بجد إن شاء الله إن شاء الله يكون فيه مقابلة تاني بعمل تاني بشيء أكبر يدعم استقافة الكورية هنا في مصر وخاصة المنطقة السعيد شكرا جزيلا على كلاميك وألف مبروك وأتمنى أن نشوف في مناسبات أخرى في مستقبل إن شاء الله بإذن الله شكرا جزيلا لك شكرا شكرا